موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين في قناة الضفرة ما زلنا مستمرين في تغطياتنا في المجال السرماضنية في شهر الخير وفي عام الخير اليوم موجودين في مدينة العين في مجلس بخيط بن السويدان النعيمي خلونا نشوف المحاضرة هذه مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بالجميع ونشكر لكم حضوركم في هذه الليلة المباركة محاضرتنا اليوم بعنوان الأسرة الحصانة الفكرية يشارك فيها كل من فضيلة الشيخ أسامة بن سعيد الحسني المالكي ضيف من ضيوف رئيس الدولة والرايد محمد ناصر القتبي إدارة مراكز الدعم الاجتماعي القيادة العامة شرطة أبوظبي نشكر لكم حضوركم مرتانيا والشكر لمحاضريننا وشيخنا ضيفنا وأفل يتفضل مشكور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله على هذا الاجتماع الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم لحضور هذه الجلسة المباركة في هذا المجلس المبارك عند هذا الرجل الطيب المبارك الذي يحوي قلبه الناس من طيبته ومن كرمه وسخائه فالحمد لله على هذا الاجتماع بارك الله لكم فيما أعطاكم بارك الله لكم في هذا الشهر المبارك بارك الله لكم في كل ما تملكون من الخيرات والبركات في الصحة والعيال والحلال فلله الحمد على هذه النعم المتتابعة المتتالية في هذه الليالي المباركة وموضوع هذه المحاضرة الأسرة حصانة فكرية الأسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال الإسلام اعتنى بالأسرة عناية فائقة عناية فوق التصور لم يوجد في دين من الأديان ولا في ملة من الملل اعتناء وتفصيلات وفقه لفقه الأسرة فإنك تجد أن الرجل بمجرد ما يفكر في الزواج فإن ذلك مرتب ومنظم بدءاً بالاستشارة والاستخارة والتفكير في الزوجة وما يتعلق بذلك من العادات والتقاليد التي تكون وتصاحب العلاقة الزوجية التي تنتظر فيما بعد ثم بعد ذلك يكون عادات وتقاليد من الخطبة وما يتعلق بها من أحكام وما يتعلق بعقد النكاح من أركان وشروط وآداب وأشياء من السنن التي جرت عليها العادة ولله الحمد في كل بلاد المسلمين ثم بعد ذلك ما يتعلق بكل أمور الزواج ثم بعد ذلك ما يتعلق بأمور العشرة الزوجية وما حظَّ الله عز وجل في كتابه العزيز وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وأعظم زواج في التاريخ بل في الدنيا كلها هو زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة السيدة خديجة الكبرى حيث أنها كما جاءت الرواية في السيرة النبوية رأت في منامها أن الشمس نزلت من مكانها فدخلت في حجرتها وفي بيتها فأضاء له كل شيء فذهبت تستفسر عن هذه الرؤية وتعبِّرها عند المعبِّرين فقالوا لها أنت تكونين زوجة سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي ضل زمانه وإذا بها ترسل له دسيساً أي ترسل له من يخبره برغبتها في الزواج به فأرسلت له نفيسة بنت منية فقالت له يا رسول يا محمد لماذا لا تتزوج وعرضت عليه الزواج وكلم أعمامه وحضر الأعمام وحضر أقرباء السيدة خديجة وتم الزواج وتم هذا عقد النكاح على ما كانوا عليه في الزمن الماضي يعرفون عقود النكاح ويعرفون ما يتعلَّق بها ويفرِّقون بين النكاح والسفاح فتزوجها عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بعقد نكاح وكان المهر معلوم وقد أولم عليه الصلاة والسلام بوليمة عظيمة فرحت لها مكة وطربت واهتزت الأرض فرحاً وسروراً بهذا الزواج الميمون فأنجبت له أسرة عظيمة تتكوَّن من السيدة زينب رضي الله عنها والتي فيما بعد تزوجها أبو العاص بن الربيع ثم السيدة أم كلثوم ثم السيدة رقيع ثم السيدة أم كلثوم وتزوج الثنتان واحدة بعد الأخرى كما تعلمون سيدنا عُثمان بن عفّان ثم السيدة فاطمة الزهراء التي كان زوجها فيما بعد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمير المؤمنين الكرار الشجاع المقدام رضي الله عنه وأرضاه فهذه أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث البنات وأما أولاده فعبد الله والقاسم وعبد الله هذا يُكنَّ بالطاهر فالقاسم كان به يُكنَّ عليه الصلاة والسلام وهؤلاء كلهم من السيدة خديجة وبقي لنا إبراهيم وهو من ماري القبطية هذه الأسرة لو أردنا أن نتعمَّق في قصصها وفي حياتها وفيما كانوا عليه من العلاقة الأسرية ومن الحصانة الفكرية التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطال بنا الكلام ولكن نذكر مواقف حتى نأخذ العبرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يزداد شوقنا لتعظيم وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود في قلوبكم ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فهذه السيدة خديجة رضي الله عنها حينما كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء حيث ألهمه الله سبحانه وتعالى الجلوس في غار حراء وغار حراء هناك في مكة في البلد المقدسة المطهرة التي قدسها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها بيتاً آمناً قبلةً للمسلمين هناك الجبل المعروف المعلوم فكان عليه الصلاة والسلام يذهب يتحنَّث فيه أي يتعبَّد فيه قيل بملة إبراهيم الخليل وقيل بالتفكر فيجلس فيه الليالي ذوات العدد وشاهدنا أن السيدة خديجة كانت تجعل له من الطعام ما يكفيه لليالي وتزيد في الطعام من الكرم وتجعل في هذا الطعام زيادة لأنه كان يمر عليه بعض الناس في الغار صلى الله عليه وسلم وهذا موقف عظيم وهو خدمة الزوجة لزوجها وأي امرأة خدمت زوجها واهتمت به واعتنت به أدى هذا إلى انتقال هذا الاحترام وهذا التقدير للأبناء وهذه صورة عندنا في هذا المجلس الجد والجدة والابن الكبير مع زوجته والأبناء الثلاثة والابن الأكبر فهذه صورة معبرة كذلك في هذه القصة العظيمة في قصة السيدة خديجة في إعدادها الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يصعد إلى الغار في هذا نقول لبناتنا تعلمي الطبخ قبل الزواج وتعلمي كيف تطبخين وتعلمي كيف تصلين إلى قلب زوجك بهذه الخدمة العظيمة فإن المرأة كلما بذلت لزوجها كان هناك الاحترام والتقدير وأيضا على العكس كلما احترم الزوج زوجته وأعزها وجعلها فوق رأسه أمام أهله وأمام أهلها ازدادت اللحمة وازداد الترابط وهذا الترابط سوف يكون له نتائجه في الأبناء وسوف تكون هذه الأسرة أسرة محترمة ومعظمة ومنتجة وأسرة محصنة فكرياً وكل ذلك بسبب الوفاء والاحترام قصة ثانية ننتقل فيها إلى حدث عظيم حدث في حياة السيدة زينب والسيدة زينب هي أول بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي أنجبت علي ومات صغيراً وأنجبت أمامه وكل هذه الأسماء سوف أذكر لها قصص ولن نخرج عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعظم المكرم التي كان مهبط الأنوار ومنزل الوحي في ذلك الوقت ولا تزال خيرات ذلك البيت إلى يومنا هذا بل على الدنيا بأجمعها بل على كل مسلم من المسلمين فالسيدة زينب كان زوجها لم يسلم بعد ولم يفرق بينهما الحبيب عليه الصلاة والسلام فوقع في الأسر فلما وقع في الأسر أرسلت زوجته السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من المال لتفديه من الأسر وكان مع هذا المال قلادة هذه القلادة كانت في نحر أمها السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها أهدتها إياها في زواجها فعلقتها في نحرها فأرسلت بهذا المال وبهذه القلادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فلما وصل المال ووصلت القلادة نظر إليها عليه الصلاة والسلام فرق لها رقة شديدة هذا موقف عظيم جداً في الحصانة الفكرية والتلاحم بين أطراف الأسرة كيف أن هذه القلادة لما كانت قلادة خديجية وصارت قلادة زينبية أثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلته يبكي بكاءً شديدًا ذكرته بالماضي ذكرته بالأيام الجميلة هكذا لا بد أن نكون مع أبنائنا متلاحمين مترابطين أما أن يكون الولد في وادي والأب في وادي والأم في وادي هذا لا يصلح من هنا تخترقهم الذئاب وتقفز عليهم فلما نظر في هذه القلادة تذكر وقال توجه إلى الصحابة وهو القائد الأعلى للأمة في ذلك الوقت لكن هذا تعليم للقادة وتعليم لكل من يتولى أمور الناس على التواضع والتواضع يقول الشاعر تواضعتكم كالنجم لا حل ناظر في صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه وهو وضيع فتواضعتكم كالنجم النجم يبدو على صفحات الماء لكنه فوق في الثرية وهكذا عليه الصلاة والسلام فقال لهم لو أردت لو ترون أن تردوا هذا لو ترون أن تفكوا لها أسيرها الرسول عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة يقول لهم لو تردون لها قلادتها وتردون لها مالها وتردون لها أسيرها قالوا سمعاً وكرماً وطاعةً يا رسول الله الأمر إليك صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من التلاحم نوع من الترابط موقف ثالث حينما قدم عليه الصلاة والسلام من سفر ومن غزوة من الغزوات وقد اخلولق ثوبه ولونه تغيرت ثيابه واتسخت من الغبار تعلمون أنهم كانوا يسيرون على ظهور الخيل والإبل مسافات آلاف الكيلوات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فاخلولق ثوبه عليه الصلاة والسلام فلاقته السيدة فاطمة الزهراء فبكت بكاء شديد وقبلت بين عينيه وهذا أيضاً موقف أولاً اتساخ ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغبار فهذا تضحي في سبيل الله وخروج في طاعة الله سبحانه وتعالى ثاني شيء أنها بكت وقبلت بين عينيه وهذا فيه مشروعية أن تقبل البنت والدها بين عينيه وفي يديه وعلى رأسه وكل هذا يؤدي إلى نوع من الارتباط ونوع من التلاحم بين الأسرة فقبلت بين عينيه وبكت وقالت له يا رسول الله ما الذي جعل ثيابك هكذا وما الذي جعل لونك هكذا فدتك نفسي يا حبيب الله فقال لها يا بنيه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل وما من بيت شعر ولا مدر إلا سيبلغه هذا الدين وهذا حدث في زماننا هذا انظروا إلى الصين فيها مئة مليون مسلم وإلى أمريكا فيها عشرين مليون مسلم وإلى أوروبا أكثر من خمسين مليون مسلم ويسمونهم أقليات فالحمد لله على نعمة الإسلام وهذا موقف من هذه السيدة الجليلة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء حينما قبلت بين يدي عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا لابد أن نكون في وسط أسرنا لابد أن يكون الأب في وسط أسرته كما كان عليه الصلاة والسلام حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان عليه الصلاة والسلام في أهله قالت كان في خدمة أهله يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم بخدمة أهله وكان عليه الصلاة والسلام يقول أنا خيركم لأهلي أنا خيركم لأهلي فخير الناس هو الذي يعامل زوجته وأهله وأبناءه بالإحسان وبالمعروف والله عز وجل يقول كما ذكرت في الآية وعاشروهن بالمعروف والآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى والقصص عظيمة وجليلة لكن لا أريد أن أفصل وأطيل فالكلام ننتظره من إخواني يتكلموا ويلقوا لنا كلاما طيبا في هذا الموضوع لكن إن نحن تركنا أبناءنا ستفتسهم الذئاب إن ابتعدنا عنهم سوف تأتيهم رسائل من خلال الجوال من خلال الواتساب من خلال السناب شات من خلال الإستجرام من خلال الفيسبوك من خلال التويتر من خلال هذه الوسائل الحديثة ونحن في عصر التكنولوجيا الآن الطائرات على أرقى ما يكون من التكنولوجيا الأسلحة على أرقى ما يكون من التكنولوجيا ثم نأتي ونقول لأبنائنا لا تستخدم التكنولوجيا يكون هذا نوع من إيش؟ نوع من التراجع لا أنا أستخدم التكنولوجيا لكن أسخرها في الخير حينما أنا أكتب حديث من كتاب رياض الصالحين أكتبه في صفحتي في الفيسبوك وأنشرها ويكون المتابعين مثلاً خمسة ألاف أو أكثر كم لي من الحسنة؟ وأيضاً لو أنا نشرت صورة أو شيء أو كلمة لا تليق بمسلم ونشرتها فهذه إثم علي فهذه الأجهزة هذه الوسائل وسائل التواصل هي كعينك وهي كأذنك وهي كيدك إن استخدمتها في الخير الآن صلينا في المسجد استخدمنا أيدينا ورجنا وإجسامنا في طاعة الله ونظرنا إلى الطيبين أمثالكم وإلى هذا الشيخ المبارك النظر إليكم يفرح الصدر ويثلج الصدر ويودخل السرور على الإنسان والإطمئنان فلله الحمد على وجودكم في هذا المجلس إذن اللحمة الأسرية كيف تكون؟ بالتواصل بين الأب وأبنائه لابد أن تكون الأم كمثل الخيمة على أبنائها والأب هو العمود الذي يحمل هذه الخيمة والذي يحمل هذا الفسطات والذي يحنو عليهم وينفق عليهم والنفقة على الأبناء واجبة على القدر المستطاع لكن كلما أنفقت على أكثر من الواجب كان لك حسنات مضاعفة وكذلك الأم تبقى في خدمة أهلها وأختم بهذا الحديث يقول إن من الذنوب ذنوباً لا يغفرها إلا السعي وراء المعيشة فأنت كلما كدحت وكلما عرقت وكلما تعبت وسعيت لإسعاد أبنائك فابشر بالخير وابشر بالعطاء من الله سبحانه وتعالى واللقمة تضعها في فم امرأتك لك فيها ذرات من الحسنات فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك في الحاضرين وفي الغائبين عنا من أحباب هذا المجلس كل من يحضر هذا المجلس بارك فيه واجعل فيه الخير الكثير بارك في أهل هذه الدار وفي أهل العين وفي أهل الإمارات وارحم الشيخ زايد واجعله من سكان الفردوس الأعلى واجعله يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبارك في الشيخ خليفة وبارك في الأمراء وفي جميع الشيوخ يا أرحم الراحمين بارك في أهل الإمارات وفي أهل السعودية وفي كل أقطار المسلمين يا أرحم الراحمين بارك في حكامنا قادتنا ألف بين قلوبهم وحد بين صفوفهم اجعلهم يا رب العالمين هداتاً مهتدين أيد بهم الحق وأيد الحق بهم واجعلهم يا رب العالمين قوةً وعزماً للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين والعفو منكم على الإطالة المحاضر الثاني للرايد محمد ناصر الكتبي من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي القيادة العامة شركة بوظبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والسرور والهدى جميع الحاضرين في هذا الميلس نشكر سعادة بخيط بن سويدان على استضافة لنا في هذا المكان الطيب ونشكر جميع القائمين على هذا المكان الزين اللي يولف بيننا في خدمة هذا المجتمع الحين اللي هو بنتكلم عن الإسرة موعق بكلام الدكتور كلام اللي استهلب عن إسرة النبي اللهم صلي وسلم عليه وما في حدي بيقتدي بإسرة بيلقى لأخير عن إسرة النبي سواء في تعامل في عشرة في تقليد ما عقب الإسرة هذه إسرة سواء من عطف من الزوجة لزوجته أو من الزوجة لزوجها يبين لك السمو والعلوف التقدير والاحترام والتواضع سابقا حثوا على استقرار الإسرة وعلى أمن الإسرة وعلى قوة التواصل بين الإسر وصلة الأرحام والأقارب والرسول اللهم صلي وسلم عليه كان حتى صديقات سيدتنا خديجة يرسل لهم الهدايا يرسل لهم إذا عنده أي شيء لحم أي مناسبة يرسل لهم احتراما لهذه الزوجة وتقديرا لها الوقت الحالي اللي علينا كثرا علينا التغيرات الخارجية نحن نسميها دخيلة علينا تبقى تاخذها من الصوبين تمشي لكن فيها الضرر وفيها النفع ودائما نحن ناخذ محاسن الشيء اللي يزيدنا ما ينقصنا اللي يسير من الأمام ما يردنا وراء أول ملقن الوحيد للطفل أو في البيت وليه الأمر أو المجلس اللي مثل هذا الميلة صلى الله عليه عمره بهله الآن القنوات انت اللي عندك في التلفزيون ما يقل عن 360 قناة هاي جميعها ثقافات تنتشر عندك في البيت ثقافة انت يبتلك ثقافة حتى تترك في البيت بالإضافة إلى الخدم كم ثقافة عندك بالإضافة إلى الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هذه شريكة لسيقة وياك في تربية العيال ما في بيتي خلاء من انترنت حاليا ما في جيب واحد فينا اللي حاضرين مني ما عنده انترنت ولا عنده وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيها السار وفيها الضار ومطلوب مننا في الوقت الحالي اننا نحن نكون في كوكبة التطور في كوكبة الرقي في كوكبة المعالي لازم ناخذ محاسنها الصبي بوسنة اللي في الروضة واللي يصف فول واللي يصف فالثاني يحطونه يقول لسير سولك مشروع سولك بحث سولك انت وربعك لازم بيدخل الانترنت بيدخل اليوتيوب بي بفتوى بي باستدلال بي باسترشاد من وين من الانترنت لكن انا كولي امر وكأب وكموجه وكمرشد لهذه اللي سر لا لازم اكون من فوق عيالي من فوق بنتي لان الدرب هذا يرق واكثر شي مؤثر على الطفل او الشاب او الشاب الصاحب يؤثر عليه اكثر عن ولي الامر اكثر عن اخوانه انت بتدخل في هالطريق بتسير في هالمجال بتتعرف لك على واحد الصبي بيتعرف لك على وحده بيت هو ما عارف يمكن تكون يكون ولد يمكن يكون شخص ثاني خلف الشاشة هو ما يعلم به بيطرش له صور بيطرش له مواقع بيطرش له امور بكره بيصبح يستفزه بكره بيصبح يهدده بكره بيصبح طالبه بأمور مالية بيقول له دفع ولا بينشر ولا بفضحك بين عمله ويملأ وبتصبح امورك مشهودة ومعبودة عند كل الخلق ليش انا ورط نفسي قلة وعي من هذه الاطفال وخباثة من الطرف الثاني قلة وعي من هذه الناس وخباثة من الطرف الثاني في حالة من الحالات يتنى وهذا الشي ما يخفيكم يعني يا اطفال في مدرسة عندهم اشتراك في لعبة الصبي تواصلوا يا الشركة انكم اذا ما جددتوا لي هذا الاشتراك انا باشا بصبح منتحر منتحر ولا جددوا للاشتراك الشركة قامت قيامتها جددوا للاشتراك ثاني يوم سرح الصبي المدرسة قال حق العيال 22 طالب عنده في الصف وقال لهم من اللي بيجدد الاشتراك هاي الطريقة اللي سويتها او جددوا لي الاشتراك بس اللي اخرهم اعطانهم البيت مين اعطانهم شلوا على الشركة اردوا خاطبوا وشوفوا وتعالوا يا دعم وتعالوا يا ناس وتعالوا وطلعت كلها شغلات اطفال قلت اذا راكن منهم وغفلة منها لهم انا لازم اعرف لازم اعرف وين يدخل شو يتابع شو من البحث تباع شو من المعلومات تباع انا بيوقف عليه انا بطالة بخلي الكنترول عندي بخلي الادارة عندي انا دينة اللعبة اللي لها اشتراك بخصص لوقت بخصص لتيم انت الحين ما تقدر تمنع ايالك انت اذا منعت ايالك في المدرسة مفتوح هاي عند اخوانك موجود يمكن يستقل لطرف ثاني عند عيال اخوانك عند عيال خواتك انت عايش في ضم المجتمع ما بروحك نبتة فدعنا في الارض فلازم نكون رقابتنا شديدة على هذه الامور من ناحية العيال في حالة من الحالات بعد تحسب يعني حرمة كبيرة استدرجت واستفزت بصور بالغلط وصل مبلغ مالي كبير فوق 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 لخمسمائة الف الام وخلاف عالبنت وخلاف يا الله يا الله نحن نسرنا هذه نحن اللي نتكلم به هذه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي اللي الواحد لازم يكون حريص على عياله من طريقة التواصل فيها من طريقة البرامج اللي تعرض البرامج اللي مفتوحة اللي أنا أقدر أفتحها لهذا الطفل أو هذه البنت أو هذه العيال وفيها الشائعات الشائعات ما بنقول حتى رسول الله ما صلى الله عليه وسلم عليه قال فإذا جاكم فاسقا بنبأ فتبينوا عسى تصيبوا قوما بجهال فتسبحوا على ما فعلتم نادمين يستغلوها ناس في الشائعات يقول لك الأخبار اللي مبزينة يقول لك الأخبار اللي ما فيها نعمل مصداقية أبدا أنت عندك جهات رسمية تيب لك الخبر بحذافيرها أنت في غناء عن الأمور هذه أو تصديقها حتى الأمور التجارية يقول لك والله دخل رغم الفيزة فيها البيع وفيها الشراء وفيها البيع ودخلك رغم الفيزة يمكن تستغل يمكن يستحبل فلوسك تسرق تنهب أنت ما عندك علم حتى بالنسبة للموضوع الألعاب أنه في واحد دخل في المجال هذا أول شيء سواه ترك الدوام تم مندمج في اللعبة أول شيء قال دوام طابت النفس منه تم في اللعبة طلق الحرمة تشتتوا العيال قابلنا طلبنا قابلنا طلبنا قابلنا ريال وقابلنا الشخص يالله يالله رد دوامه قال أنا مخسر فوق السبعين الفوق المئة ألف مخسر علعب هذه كلها من إبليس هلله يضو الواحد دائما يحاول يكون قريب من عياله قال لك ولدك إذا كبر خاوة قريب من أسرته شل عيالك عندك سير بهم طلعهم المدرسة الروحها ما تعلم والتلفزيون ما يعلم المدرسة فيها علم ومخوة ولدك ولا بنتك لك فيها علم وفيها فايدة له حتى يوميون بتلاحظ حتى في التجمعات هذا الشي عندنا وعندكم بات تلقى هم يالسين عشرة مع بعض ثوانية على التلفونات واثنين يسولفون موجود تلقى نحن يالسين رواحنا ضباط في مكتب تلقى نتكلم نتناقش في مور العمل لازم تلقى ثنين ثلاثة يعني شادين الواحد ما يخلي الأمور هذه تقطع علاقته من الأسرة تقطع علاقته من هله تقطع علاقته من ناسه هذين فلدات الأكباد إذا أنت حسنت تربيتهم تؤجر عند الله بكرة إذا طحت هم بيشلونك عيالك إذا ما كانوا قربك من الأساس من البداية ما خاووك ولا شليتهم ولا خليتهم يسيرون عندك ويثورون من ثورتك ويقومون من قيامتك أنت ما بكرة ما بيفنفعونك بكرة بيقولك أنا ما تعودت أنا بروح عند ربيعي أنا بروح عند ربعي ليش؟ لأنك أنت من الأساس من بداية السيرة ما سرتبة أنا لاحظ أحد من ربعنا تقول لهيزاهم الله خير في كل من ناصبه شال العيالة كلهم عنده في عزة في عرز في حفلة في وصل في أرحام تجدها شال العيالة كلهم عنده يعرفون هذا قلكم مخول فيه هذا قلكم قربة فيه هذا قحرم بينه وبينهم قربتبنا لا تخلون عيالكم على الخدم وتخلون عيالكم على البيت وانت سارح والحبل على الغارب هذه المسؤولية وكل ما كان والعيال القراب منك كل ما كنت انت والخير ربعا وبكرها تضمن انت مشتقبلهم سنة من السنوات أيام الكلية أنا مني من الفغة رابع على هم يالسين عنده واحد من هالبني ياسم من هالي في الكلية أول سبوع أخبرهم وقال نعم هذا الريال أخوي أخوي ما خلها معلومتي مني عابرة هذا ويزاكم الله خير الله يطول عماركم ويزي خير الدكتور سعاد تبخيت قناة الضفرة وجميع القائمين على هذه المحاضرات التوعوية ورشادية وكذلك في الشكر موصول للي فتحوا هالميالس الرمضانية اللي عبارة عن ان شاء الله انها تكون نبراس للتذكير وللعظة وللوعي اذا في سؤال اخوان انحن موجودين عندكم هني والمجال مفتوح طبعا في رقم اللي هو بالنسبة لبلغات التهديد اي شيء تلاحظون بالنسبة للموضوع التهديد او شيء اللي هو رقم امان 800 26 واضح يا اخوان مشكورين وافشار استهدوا ازافة الله اشتركوا في القناة شكرا